أهلا وسهلا من جديد وإلى قضية اليوم حيث يعاني عدد من خرجي أكاديمية الطيران الملكية من مشكلة التوظيف والتدريب بعد التخرج فهو إلى الخرجون وبعد سنوات الدراسة والمبالغ المالية العالية التي تكبدوها كرسوم دراسية ودورات لاحقة بعد الدراسة لم يجدوا فرص العمل في تخصصهم للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع بنضم لنا مروان أبرمان أحد خرجي أكاديمية الطيران الملكية مروان صباح الخير صباح الخير لكم ولكل عاملية وقناة رؤية ولكل مشاهدين نعم مروان مبارح كان لكم وقفة لعدد من خرجين الأول مبالغ عفوا كان عدد من خرجين بوقفة معينة رؤية كانت متواجدة هناك وعدنا بالتقرير التالي خلنا نتابع معنا وقفة احتجاجية لعدد من خرجي أكاديمية الطيران المدني في عمان لنقل جانب من معاناة تعطلهم عن العمل بعد تخرجهم من الأكاديمية بمسمى طيار ما في أي منصف لهم ما في أي حدا يدعمهم ما في أي حدا يحل مشاكلهم أو يطلع على قضاياهم فإحنا هون بعيدة كم مرة إحنا حابين نوصل صوتنا لجالة الملك إحنا طرخنا جميع الأبواب إحنا استنفذنا كل شيء أهلنا استنفذوا أموالهم استنفذوا صحتهم استنفذوا عفيتهم مشان يدرسونا مشان يشوفونا طيارين لجأنا للمسؤولين عن طريق مجلس النواب طرحنا عليهم ما يقارب 12 حل لم يتم الرد على أي حل منهم وهي بصراحة حلول بسيطة جدا يعني نحكيها بصريح العبارة هي ليست صناعة صاروخ هي حلول بسيطة جدا استثمار علاقات الأردن مع دول الخليج بحيث تم توزينا على دول الخليج واستيعابنا وتهيئنا لفرص العمل بعضهم أثقلت تكاليف الدراسة الباهظة كواهل أهاليهم وذويهم التي بلغت على حد تعبيرهم 70 ألف دينار في محاولات منهم لمراجعة المعنيين بعملية توظيفهم إلا أنها باءت بالفشل 95% من الشباب الذين درسوا طيران كلفوا أهاليهم مبالغ طائلة جدا وهذه المبالغ أغلب الأهالي يلي باع قطعة أرض يلي باع وأخذ قروض من البنك يعني فيه كتير أمثلة من الشباب اللي واكفي هون واللي مش واكفي هون أخذوا قروض عن طريق البنك وحطوا حالهم التزامات على أمل أنهم بس يتوظفوا يسدوا هاي القروض وبصراحة يعني صفة يا إنه الواهد ينحبس يا أما يلقيلوا شغل ويسدوا القروض اللي عليه إن تجدنا للظروف والمتطلبات اللي عم تتغير من كل سنة لسنة من شركة الناق الوطني الملكية هذا الإشي أنت تجد باقي الشركات الوطنية إنها تستغنى يعني كم تطلب مثلا بداية مبلغ 50 ألف للتدريب وليس للتشغيل لما الملكي غيرت شروطها بلشوا عندنا يعطلبهم من 100 إلى 200 ألف والشغل مش مضمون إنه بس أنا بدربك تدخل منك 200 ألف طبعا هذا الإشي سلطة طيران المدنة بتقدر تأثر فيه وإلى هسلطتها ولو من الملكي ما بتغير شروطها عم بتصعبها على الطيارين الأردنيين ما بيصير هذا الإشي طيارون حلقوا بأمالهم وأحلامهم في المدى البعيد وانتظرين حلول بسيطة قد تغير مستقبلهم المنتظر ومناشدين جميع الجهات المسؤولة للتخلص من وهم إيجاد الوظيفة إذن مروان تابعنا التقرير يعني بداية نحكي لنا أنت بتفاصيل أكثر عدد الخريجيين اللي عندهم هاي المشكلة مش ملاقين أي وظيفة وإيش بالضبط التخصصات اللي بتعاني من فقدان العمل أو فرص العمل أكيد بداية نحب أوضح شغلي أنه هاي المشكلة مش بس مشكلة بطالة يعني هاي المشكلة إحنا صارت معنا من بعد الأشياء اللي بتطلبها الملكية مننا في شيء اسمه دي أل آر لازم تجتازه هو اختبار ألماني لازم إحنا نجتازه علشان ننجح بس ننجح فيه لازم إحنا ندخل على الاختبار الثاني اللي هو تيكنيكل اختبار طيران عشان ندخل ونتوظف بالملكية هذا الاختبار أثبت فشله بعدة مواقع أول شيء أكيد الكل سمع عن الطيارة الألمانية اللي دخل وانتحر الطيار وذبح أكثر من 200 واحد هذا الشخص ناجح بهذا الامتحان هو اختبار نفسي بالنهاية ثانيا مش رأي جهة نظري أنا وجهة نظر مدراء بالملكية سابقين وحاليين بيشتغلوا بالملكية أنه هذا الاختبار فاشل وهذه الشغلة لما طلعوا يعترضوا على هذا الاختبار الكل وقف بوجههم بس ما بنعرف ليش يعني بعض ابناء الطيارين يلي رسبوا بهذا الامتحان عادوا وقدموا ونجحوا بعد ما رسبوا وبعد ما حقولهم أنه أنتوا ما بينفع تكونوا طيارين بالملكية طيب مروان توصلتم مع عدد من الجهات لإيصال مشكلتكم مين كانت هاي الجهات وشو ردود اللي تلقتوها من هاي الجهات اكيد احنا دخلنا على موضوع الحكومة عن طريق مجلس النواب مجلس النواب استدعالنا بجلسة لجنة العمل ولجنة النقل وسلطة الطيران ممثل عن سلطة الطيران حضر الكابتن هيثم مستو رئيس السلطة وحضر معنا وزير العمل واعتذر عن الحضور رئيس مجلس الملكية ووزير النقل طبعا خلال هذه الجلسة تمت قبل أكثر من خمس أشهر خلالها طلبوا منا مجموعة وثائق للشباب وللأسف كان ردهم سلبي جدا واعتذروا عن انه ما بيقدروا يساعدونا سلطة الطيران اعتذرت انه قالت احنا ما بنقدر نأثر على هاي الشركات وما بنقدر نوظفكوا عندهم لما طلبنا من وزير النقل انه ينصفنا ويطلبنا ويجيبنا حقوقنا حكا لنا انه يعني احنا انتو بتكون العنب ولا تقاتلوا الناطور يعني بتكون تشتغلوا ولا بتكون حقوا احنا احنا اكيد بدنا حقنا بالنهاية بالشغل بالوظيفة يعني هذا الدستور ضمننا هذا الحق لكن للأسف ما في أي قانون بيقدر مثلا ينصفني انا كطيار ومشغال اذا ظلمتني شركة يعني اذا الشركة قالت لي انت ما بتنفع تشتغل معي بسبب انه مزاجي ما في قانون بيقدر ينصفني او ياخذ لي حقي من هاي الشركة ابدا طيب مروان يعني الشركات بتحط شروط وبتحط تطلب دورات وعدد كبير من ساعات الطيران ايش انت برأيك في اقتراحات حتى نلاقي حلول لمشكلة الطيارين لسه اللي تخرجوا لسه اللي على مقاعد الدراسة يعني في اقتراحات ممكن تبلش من المناهج التدريبية والتعليمية لما انت تكون طالب على مقاعد الدراسة ممكن انه يهلوك بشكل اكثر يعطوك دورات اكثر وبعد هيك السوق كيف بدي افوته انا ولسه ما عندي خبرة اكيد احنا قدمنا 12 حل بورقة بالمطالب لما قدمنا المشاكل قدمنا معها حلول لهذه للوزارة واللهيئة اكيد هاي المشكلة مش بس عنا بالاردن يعني واجهت دول ثانية مثل تونس تونس عملت مجلس تعاون صيني تونسي وحلوا هاي المشكلة وتقريبا عدد الطيارين كان 200 نفس الاشي وشغلوهم كلهم بالصين مصر نفس الاشي عملوا مجلس تعاون مع دولة من شرق اسيا ودربوا هذول الطيارين عندهم بمصر على اساس انهم يدفعوا جزء من مثلا الطيار بيدفع جزء من المبلغ الهيئة بتدفع عنه وهو بيطلع بياخذ هاي الخبرة بيطلع بيشتغل بهاي البلد احنا قدمنا هاي الحلول لما روحنا على وزارة العمل وزارة العمل حكوا انه احنا يعني ما في شركات طياران طالبين طيارين حاليا حكنا انه احنا يعني مش رح تيجي الشركة هاي تعرض عليكو انه في عندكو طيارين هاتوهم احنا مثلا ممكن نشتغل بمبالغ اقل من الطيارين العاديين يعني ممكن نشتغل ببس يعني بدل مواصلات اعطونا لما انت بتروع شركة بالبرة انت بتوفر عليهم مصاري فانت لما بتعرض عليهم هذا العرض ممكن انت كدولة انك تدربنا او تدفع جزء من التدريب ومقابل هذا يعني ممكن انه يعني قرض هذا يكون احنا بنسدده احنا دافعين يعني هذول الميتين دافعين حوالي 14 مليون بعض هذول الشباب يعني للأسف حاليا عليهم قضايا لسه بيسددوا يلي دفعوا مبالغ للدراسة من قبل اكثر من خمسة وستة سنين في ناس له عشر سنين قاعد مش لاقي شؤول يعني اكيد هذا موضوع مش موضوع بطالة بس يعني من عشر سنين ما صح ولا اي فرصة لا اوفي مشكلة ولازم يكون لحظة مزبوطة طيب مروان يعني فريق اعداد هذا الصباح تواصل مع وزارة العمل وتحديدا الدائرة الاعلام والعلاقات العامة هذه الدائرة افادت بانكم تواصلتم معها واجابتكم بانه او اجابت بانه التوظيف والتشغيل مش بايد الوزارة بحكم انه مجالكم ضيق ولا يمكن اجبار الشركات الخاصة على انها تتواصل معكم بامكانك تطلعنا على التفاصيل ايش اللي صار بينكم وبين وزارة العمل بحكم مفصل انا قبل اكثر من ثلاث اسابيع حاولنا نأخذ موعد مع وزير العمل للاسف ما قدرنا نشوفه لكن شفنا الامين العام للوزارة الامين العام يعني حكى بالنص الحرفي انه احنا اقل جهة معنية بالامر كوزارة عمل انتوا لازم تتجهوا لوزارة النقل حكينا له طيب انتوا بما انكوا اقل جهة فاكيد يعني موضوع طيارين الاجانب اللي بيشتغلوا بالشركات يعني اكيد مش موضوع وزارة نقل اكيد موضوعك وانتوا كوزارة عمل فحكى لي انه ما بنقدر احنا ندخل على المطار ونشوف الطيارين الاجانب ونطلب منهم تصريح مع العلم انه ما فيه تصريح اصلا للطيارين المدنيين يعني بغض النظر اذا اجانب اردنية فيعني وزارة العمل بشكل كبير تهربوا من الموضوع وحكوا انه لازم يكون فيه لجنة مش بس انه بس وزارة العمل لازم تكون لجنة من وزارة العمل ووزارة النقل وصلتة الطيران انه تجتمع مع بعض عشان تحلل المشكلة طيب هلا يعني تواصلنا فريق الاعداد تواصل مع الملكية الاردنية وبتحكي المكتب العلامي انه نسبة الطيارين الاردنيين العاملين في الملكية هو مئة بالمئة ما فيه اي طيار اجنبي صحيح هلا برضو الملكية بتحكي انه احنا بنوظف عند الحاجة وبالنسبة للتدريب ما بتكلف الملكية الطيار عندها توظيفة اي نفقات بدل دورات تدريبية او تأهيل وطبعا يعني بنعرف انه الملكية مش من الشركات الضخمة يعني فممكن انه كمية استعابها للوظيفة الطيار يعني مش رح تكون كثير كبيرة قياسا بنسبة الطيارين المتعطلين عن العمل كل ذكرته عن الملكية صحيح نعم الا انه التجاوزات بالملكية واضحة جهارا نهارا يعني مثلا بدي احكي عن العمر المكسموم يجب يحكو ثلاثين سنة بتروح على التقديم بتلاقي جنبك واحد قاعد عمره سبعة وثلاثين سنة بيقدم جنبك بتروح بيقول لك معدل التوجيهي طبعا بالنسبة ل معدل التوجيهي انت معك رخص الطيران بيجي بطلب منك معدل توجيهي فوق السبعين وبدأوا يشاهد الجامعة كمان فمعدل توجيهي مدام انت طال فوق السبعين وبتشوف واحد جنبك معدله مثلا اقل من سبعين وبيقدم طيب كيف طب هل سيتم قبوله بالآخر يعني؟ هو مش مستوف الشروط المنشورة على الموقع الإلكتروني للملكي بما انه قدم معك فانهم مقابلين فيه فاذا نجح بيقدم وبينجح مش ممكن يكون من مبدأ انه بروح زتها الطين لا مش ممكن هون الملكيه قبلت انه قدم هي بالنسبة للتقديم انت اذا كنت دخلت تتقدم فانت قبلوك خلاص انت بس عال ما عليك انك انك تنجح بس نعم طيب مروان يعني بالنسبة لحيئة تنظيم الطيران المدني جاء رد غير رسمي منهم بانه اعمال هاي الهيئة مقتصرة فقط على الرقابع الاكاديميات الطيران وانهى الجهة الوحيدة المسؤولة بمنح الرخص لهي الاكاديميات وما بيدخل من ضمن اقتصاصها التوظيف الخريجي من هاي الاكاديميات وصلتوا مع الهيئة؟ اكيد احنا وصلنا مع الهيئة ممثلة برئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو لكن الكابتن هيثم مستو وعدنا انه يساعدنا لكن للأسف اصدر قوانين بس علشان اللي بده يجدد رخصته لازم يدفع هلأ بدل ما كان يدفع بين الف و الفين دينار هلأ بده يدفع ستة لا دينار عشان تجديد الرخص طب انت بدل ما تطلع قوانين تجبر فيها الطلاب والناس تلمف منهم مصاري عشان الاكاديميات للأسف بعد يعني صار في عزوف عن دراسة الطيران بعد اللي الناس بتشوفوا انه في بطالة فبعض الأكاديميات سكرت بعض الأكاديميات يعني طردت نصف الموظفين بس عشان تكمل فيعني انت كسلطة ما اليك دور رخابي على شركات الطيران ما اليك مثلا هو بيقدر هو بيحكي انه ما احنا ما بنقدر نجبر هاي الشركات او نتدخل بالركويرمنتس اللي هم بتطالبينها طب اذا في ظلم من هاي الشركة انت شو دورك انت مش المفروض انك سلطة الطيران هيئة مروان طبعا من الواجب التنوي على انه على الجهات اللي ذكرناها سواء وزارة العمل او الملكية او هيئة تنظيم الطيران المدني لم تبدي الاستعداد للتصريح على الهواء المباشرة خلال حلقة اليوم واكتفت بالردود اللي ذكرناها نقلا عن المسؤولين اللي تم التواصل معهم من قبل فريق اعداد البرامج مشكورين مروان ابو رمان احد خارجي اكاديمي الطيران الملكية شكرا جزيلا بس ممكن بس احنا يعني خرجنا اليوم بس عشان ناشد جلالة الملك نعم اتفضل بشكل سريع بشكل سريع احنا بناشد جلالة الملك بظل الراية الهاشمية نعم انه ينصفنا بهاي القضية لانه احنا ما لقينا اي بند ولا اي شخص ينصفنا ابدا نعم نتمنى مروان انصافكم ان شاء الله الله يعطيك العقل شكرا لك مروان ابو رمان احد خارجي اكاديمية الطيران الملكية اشتركوا في القناة